موسيقى صباح الخير مشاهدين ابرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار للشمعة 2 ايار مايو 2014 بسعدني الراحب بضيف تمام بستوديو مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات رفق نصر الله صباح الخير صباح الخير والورد اهلا وسهلا بيك اليوم اكيد البند الأساسي على طاولة الحوار معناه هو الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية اللبنانية والانتخابات الرئاسية السورية واكيد الازمة السورية وانعكاساتها هل تطول هذه الازمة ام تنتهي كل مرة بينحط ما في شي ما بينتهي بالحقيقة كل مرة بينحط مهلة لكن لا يبدو انه كل المهل عم بتعمل هو اللي قتل المخططي المشروع المهل هي المهل اللي قتلت كل الكل ربما حتى التوقعات يعني كل المهل تحط توقع لا يتم تحقق هذا التوقع صحيح ولن يتم أكيد رح نناقش معك بهذا الموضوع واليوم بخبر ورد منذ قليل أعلن ما يسمى بلواء أحرار السنة في بعلبك أنه أسر عناصر من حزب الله ثلاثة عناصر من حزب الله قديش هذه المعلومة دقيقة وقديش أسسها مفعيلة بحرب قائمة دخلي فرجونا علينا رح نحكي أي عناصر من حزب الله لا يؤثر رح نحكي بهذا الموضوع لكن سمح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتي كاترين حنى وموجة زهم الأخبار شكرا كاترين مشاهدينا براحب فيكم مجددا ونبدأ حوارنا مع مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات رفيق نصر الأستاذ رفيق من كلام رئيس الجمهورية سوف نبدأ أن يقول لرئيس الجمهورية بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون صناعة لبنانية وهو ليس متصرفا يتم تعينه من الخارج دي هذا الكلام فعلا واقع هل كان هو صناعة لبنانية؟ ما كان صناعة لبنانية؟ لا بيقدر يقول أنه صناعة لبنانية مش حسن مبارك اللي طلع على الأسم بالأول مش جهات إخليمية ديش يرجع له ورا كتير مش همان نمزح بهذا الأمر مش همان يعني نظل نحكي إنش عربي وجدانيات ولبنانيات مش عارشو ليس رئيس جمهورية صناعة لبنانية ولا رئاسة الحكومة بلبنانية صناعة لبنانية ولا حتى قيادة الجيش أحيانا قد صناعة لبنانية عم توصل قصص حتى للمخاتير في بعض المناطق ليسوا صناعة لبنانية منذ عهد الاستقلال حتى الآن دايما كانت تجازب الإقليمي الدولي والمعطاء اللي بيجي مع المعطى المحلي لحتى تجي كلمة السر بالخيارات الأخيرة والآن هلأ شو اللي عم بيخلي اللبنانيين وشو اللي عم بيخلي كل هذا الأمر لأنه بعدها كلمة السر مدبل ورد ناطين المشهد السوري شو حتصير بالانتخابات السورية بعد فيه كتير إنه الشغلات اللي بتتعلق بشيء ما عم بيحصل ما بين إيران والسعودية عبر طرف ثالث سواء بعمان أو بمحلات تانية اللي كمان بده تفوت على هذا الدير والأمريكاني شو اللي طالب بعدين بتروحي على التسمية بتجي بآخر لحظة أكبر دليل إنه ساعة اللي بدهم بياخدوكي على 124 واحد 128 واحد بيجمعون وأحيانا لا نصاب وأحيانا هذا كله بيأكد إنه لا يمكن يكون صناعة لبنانية ما تهيئنا نحن حتى أساسا طب إذا ليس صناعة لبنانية اليوم من يصنع رئيس لبنانية هلأ اللي بيصنعه الأمريكاني مع الإيراني مع السعودي مع شوي السوري مع بعض التجاذبات الأخرى كمان للسوري في عنده دور بعد صناعة رئيس لبنانية طبعا عنده دور ودور كتير مباشر واللي موهوم إنه ما عنده دور بيكون غلطان طب ما هي القوى السياسية اللي سواء بـ 8 أزار أو غير 8 أزار اللي بعدها بهذا الخط طب ما هي أساس فاعل وهي اللي هلأ بتعطل الجلسة ولا ما بتعطل الجلسة ليش ما بناش نقول إنه ما في دور شو مباشرة يعني بيمسك التليفون هلأ ما بعف هلأ مين اللي بيمسك التليفون بس إنه هو اللي بيمسك التليفون بقول فلان راحت أيام زمان أوكي صحيح بل لكن بالمعطى تماما مثل السعودي هلأ كمان السعودي فيه إلو حراك معين بأخر شي بصم نفس الشي الإيراني نفس الشيء والآخر شيء وبعدها الميستر الأمريكي إذا هيك هل تعتبر ترشيح دكتور جعجع هو يعني أكثر ترشيح أعطى لهذا الاستحقاق أقله مشهد أنه البعض يريد أن يكون تكون هذا الترشيح أسائل الانتخابات أسائل زاكرت الناس أسائل زاكرتنا أسائل كل شيء وعاكل حال هو فتح على حاله مثل ما بقوله فات الواحد عبكر دبابير فتح على حاله وذكر الناس بالإشياء التانية فيه واحد كان عنده طاقم بده يبعثه على المصبغة حتى يتنظف ما تنظف طلع فيه أعزات كتيرة وهلأ في زاكرة عند الناس فائت بس عند أي ناس الزاكرة عند كل الناس شو بدك هلأ بي أساساً لما صار العفو لي يعني أنه زاكرة قريت أنا ححكي شغلة وهيدي لبعدين بتصير ومنذكر فيها بعض تعرف شو اللي أساءل شخصية سعد الحريري أنه يصير رئيس متوازن مثل بيوب في البلد هي يوم اللي نزل على الدرج مجلس النواب عامل هيك من شان سامير جعجع وقت المقابل كمان مين متطرفين إسلاميين جزء من اللي أفلتون هلأ نقتله بسوريا وعبي قاتله جيش للبنان والآن وخلي يتذكروني ونشوف بعدين الزاكرة السنية السنية أنا ليش أحكي طائفياً مولا عم أحكي بس أنا عم أحكي في واقع على الأرض موجود لأنه تم اللي تم بهذه الطريقة بأنه سمح بالتاريخ أنه 14 أزار وتحديداً بعض لأنه في جزء من بعض النواب السنة احترموا نفسهم ما شاركوا هاي الزاكرة اللي أسيق لها أيضاً تصب في خانة كسر كتير من المرايا عند هذا الفريق عند هذا الفريق اللي بعدين بتبين نتائجه التاريخ تراكم وليس مجرد لحظة يعني بالألفين بالألفين وخمسة نحنا صرنا تقريباً عشر سنين على العفو على صدور العفو عن دكتور جارجا طيب بالألفين وخمسة صدر العفو بأغلبية النواب كميما بنا ننسى بش بس بأغلبية بأكتر من ثلاثين النواب بس مين اللي اشتغلوا مين اللي اشتغل هذا الأمر مين اللي اقترح مين اللي ضغط مين اللي أخد على المنحة المذهبة مين اللي صار بده مين اللي حضر هذا الأمر معروفة كيف وهلأ مين اللي تحضر ومع هذا كله مشاهل ما نغرأ فيها هذا الأمر قصة انتخال ترشيح سمير جعجع شو بدي نحنا كأصحاب زاكرة شو قلنا موقف منه هذا بيمرو لصة محل تاني قصة رئاسة الجمهورية محل تاني هلأ بيتسلى سمير جعجع معه بتترجع على التلفزيون بيشوف مين حط له ورقة بيضة مين حط له رشيد كرامي مين حط داني شمعون مين حط اوكي هذا كله بيمرو بس بعد شوي حتلاقي فيه اخراج معين ما بيزيح على جنب بتجي كلمة سر على مكان آخر الشغل هلأ بمكان آخر بس شو بكون استفيد هو تلك واحد عنده تام عم بيبعته على عم بيحاول يخد دخل إلى نادي التسميات أقل اوكي ماشي الحال هيده من سوق القدر هلأ بده تدفع سمانا الجهات اللي سمحت بهذا الأمر لأنه فيه شي معين لازم يعني بالنظر هلأ بيقلك المحكمة مش مضبوطة والنظام الأمن السوري مش عارش فيه ذاكرة عند الناس ما حدا بيقدر تجوزها صحيح هلأ فيه ما هو على ذاكرة واخدوها على محل تاني بس بترجع بتستعيد نفسها بترجع بتستعيد نفسها بس البعض بيقلك استاذ رفيق انه ليش كل مرة ذاكرة لا تستفيق إلا على دكتور سمير جعجع ماذا لا تستفيق على كل زعماء لهن اليوم زعماء في السلم وأيضا أصحاب مناصر أنا شخصية مني معهم أن يكونوا استلموا السلطة حتى أنا كنت وقت الطائف وغير مني مع سيغة الطائف أساسا لأنني أنا مع نظام علماني مش مع نظام طائف البلد بس هو خارج هذا الإطار من بعد العفو هو يعمل وانكشفت كل هذه هذه الأمور وصار فيه محكمة يعني أنا ما عم بيجي وفيه ذاكرة أنا برأيي ذاكرة الناس أهم من المحاكم وأهم أهم ذاكرة الناس مع مين رأيي العام مع مين ذاكرة الناس مع مين هذا التعاطف اللي أنتوا عم تلاقوا مع مين لأن مهما تجاوزتي مهما رجعت المحكمة عملت وساوت وأخذت قرارات ويمكن تسجن ويمكن وإلي بدك بس آخر شي فيه في رأيي عام ما بتقدر يتمحيله ذاكرته بتجي لحظة بفيق فيها هذا اللي حصل هلأ ما بتقدر هو أحد الرموز اللي ما انخرط بالحياة السياسية ولا اعتذر بس هو اعتذر هو بس خرج من السجن يعتذر بشكل مباشر يكون حتى الدكتور جعجع بأنه يعني الشخصية الوحيدة التي قالت يوما بعد خروجه من السجن عام 2005 إنه أنا ندمت وأعتذر حتى رجعك الررى من يومين نعمل المجزة على كل حال على كل حال على كل حال رئاسة الجمهورية بمحلتين أخذ 42 بمحلتين بمحلتين جاي كلمة سر ولكن ليس الآن ما حد يتوهم أنه هلأ جاي كلمة سر أتصور أنه بعد انتخابات الرئاسة في سوريا لأنه في خط بده يجي من بغداد لدمشق لبيروت ليستلم السيسي هذا الخط هلأ يجي بيمتد تجي كلمة سر قبل 25 أيار كيفما أتت في شغلتين أنا بوقف عندهم في إنجاز تاريخي أنه 25 أيار نحن حنحتفل بعيد التحرير وحنحتفل بنهاية هذا العهد ليش هذا العهد أسوأ ما تعرض له لبنان في هذا العهد قبل 25 أيار جاءت كلمة السر إذا الديل اللي عم ينعمل ببنود معينة إلى علاقة بالتوازن الإيراني السعودي والأمريكاني اللي هلأ نحكي قداش هلأ مضطرب بوضع المنطقة مش عارف وش عم يسوي ممكن أنه ساعتها يجي ديل جنرال عون وسعد الحريري والتركيبي اللي عم ينحكي عنها ممكن احتمال إذا ما هيك منروح لتشرين ليش هذه الأوقات يعني أولا بالانتخابات السورية الانتخابات السورية أيضا مفروض تتم بالتزامن تقريبا مع الانتخابات اللبنانية لأنه في ناس بعد حتى الساعة في لبنان عم تراهن على سقوط بشار الأسد في ناس بعد حتى أنه الغرب الغرب بلش شوفي صحف الغرب شوفي تصريحاته شوفي مواقفهم بلش يحكوا عن مرحلات كيف سنتعاطى مع بشار الأسد مع حفظ الألقاب بعد انتخابه وبلشوا يفتحوا ويحن معلش مش سير فيه مخابرات فرنسية واجت على دمشق بلش التنسيق وفيه فريق مصري أمني يجع على دمشق مشين التنسيق لمواجهة مثل الخبر اللي أنت قريتيه عم تتبدل الأمور كلها عم تتبدل هل تعتبر أن ترشيح دكتور بشار الأسد كما البعض يقول ويكتب اليوم هو مجرد يعني مشهد لكن بلحظة الانتخابات رح يسحب ترشيحه نعم ما سمعتني يسحب ترشيحه يسحب ترشيحه لا دي مزحة فيه ناس ما بتعرف سوريا عم بحكيك جد أنا ما بدي دافع عن نظام ليس نظاما ملائكيا بسوريا بس فيه ناس وأنا كنت أولى لبعض المسؤولين الخالجين اللي كان يقل لي واحد منهم تسعين يوم هذا بالـ 2005 بالفينيسيا بالطابق فوق يمكن واحد وعشرين وقتها وأحد مسؤولين الخالجين الكبار قال لي تسعين يوم تقول له ما بتعرف سوريا سوريا ما بتعرفوها يعني مش اللي عم بيقاتل بشار الأسد اللي عم بيقاتل ولا الجيش السوري اللي حاله عم بيقاتل ولا حتى الشعب السوري اللي عم بيقاتل فيه هوية بسوريا تبين أنه هي اللي قدرت تلجم كل هيدا المشروع وعم بيلك أن النظام ليس ملائكيا وفيه مئة قصة هوية هاي الهوية اللي سبتت سوريا وقفت المشروع كله وقفت المشروع كله مين جاب عبد العزيز بوطفليقة مين سمود السوري وحقلك شغلي أكتر يمكن هلأ البعض بترى يتهكى ما مبلغ بقاء النظام في سوريا يحفظ الآن النظام السعودي ولو سقط النظام السعودي بس هل هذا أمر جيد يعني اليوم هل تعتبر أنه بقاء الرئيس عشرين وثلاثين واربعين سنة كلهم بقاء أمر جيد يعني إن كان المثال في الجزائر أو المثال الحديثة أدسره بشار الأسر أنا معبل عبداللي أنه هو الذي عزز بقاء بتفليقة وسوف يعزز بقاء النظام السعودي لأنه كان المشروع دارس أنه تفتيت الجزائر انتبهي يعني في كان ضمن المشروع كان تتدرج على الجزائر ليش استطاعت مالي وأفريقا الوسطى والفرنسيين شو حكوا هلأ معه وهلأ كيف أني عم يحضروا للرئيس قوي خلال ثلاث سنين بالجزائر عم يتحضر بدأت تاخذ ولكن خلينا نتصور المشهد ماذا لو سأخط النظام في سوريا وهذه المجموعات اللي شايفتيها من كل أسقاع الأرض اللي السعودية شاهمت بتصنيعها وغيره اجوا على هالجغرافيا وأصبحوا على الحدود الشمالية التلت ساعة أنت بالسيارة ما بين الحدود السورية تقطع من جنب الأردن هذي محل الركوة تعافي هذي الشقفة تبعية الأردن كيف عملت كان عم يشرب قهوة كان عم يشرب بيرة تشيرشيل وهو عم مالي يشرب بيرة تبعج هو عم يرسم الخريطة هنو تلاتي الأردن هو عم يتبعج زيحت إيده فقالوا له ما عاش فيه عندنا وراء قالوا خلينا مثل ما هي فنحنا حدودنا من تبع عجات الاستعمار فالمهم إذا نحن هذي المنطقة كانت وشو بيصير بدل السعودية اللي مهيئة كانت لو صغطت سوريا بالمشروع الأساسي بالتفتيت ليش فيه قناعة عند الغرب وأنا معها أنه أصبحت بعض الخرائط كبيرة علينا أنا برأيه شخصي معلوش أنا وحدوي عربي وناصري وقومي عربي واللي بدك أنا عبرلك الخرائط الواسعة الكبيرة بعالمنا العربي لأننا لم نكن بمستوها ولم نكن السودان شو هالشغل شو بيعني لي جنوب السودان ليه بقى ما بيعني لي شي جنوب السودان لا بالخضية العربية ولا بأي شي أنا مع الشقف الكردية بشمال العراق منيح هذا الكلام عم بحكيكي أنا قومي عربي عم بحكيكي لأنه تبين أنه نحن بفشلنا النخبة والطيارات والأحزاب والأنظمة اللي كانت قائمة ما قدرنا نغير عقله للكردي اللي ضل كردي وبدوا استقلاله ذاتي بالانفصال مش بالانخراط بالدولة أنا ما عم بحكي هون لو الكردي مثل ما هل عم بصير بشمال سوريا صار في جيش كردي بهالمنطقة اللي غايتش قصنوه صار في جيش كردي بديك تروحي طلعت ثقافة الأقليات عند هالأعراق اللي موجودة نحن بالعالم العاري موجود أقوى من كل التنظيرات ومن كل الأحزاب شو يعني مع احترام أنه يكونوا الأقليات اللي أقليم منفرد لا هذا المخطط أنه نحن نروح على الخرائط الضيقة نروح على كل واحد أدخار لا الشيعة مش طرحين لأنه لا الجغرافية بتساعده ولا عنده المشروع السياسي دخلك وين هو المشروع اللي قال عنه مرة حسن مبارك واللي أول ما بللش بسوريا حكى عنه عبد الله التاني بالأردن الهلال الشيعة شو تبين لدينا بعدين بالوقاع الهلال السنة تبين أنه في داعش وتبين أنه في النصرة وتبين أنه في كل الشيشان نحن أنا قلت هديك اليوم نحن ضحايا الآن البخاريين من بخارة كل أولئة المحطين ببخارة اللي لعبوا دور بنهاية الدولة العباسية كمان هلأ ونظهرت وقت الشعوبية كمان هلأ عمالة عمالة تظهر القوقازيين والشيشان وكلهم اللي عم بيقاتل وإن شاء الله مفكري أنت بعد في حدا من السوريين بعد في نسبة أقل من 20% من كل هالقوى المسلحة على الأرض السورية ظل منها هي اللي عم تقاتل الجيش السوري هم تقاتلوا باب مالية ويقسط هلأ بس اللي عم يقاتلوا صح هن هؤلاء البخاريين اللي طب اليوم كيف تقرأ الترشيحات في سوريا شوف يا ترشيحات عادية شو اللي صار عامتل كان يتجرأ واحد يترشح بسوريا طب هاي ترشيحات عادية هذا شي جيد ولا شي عاطل في سبعة منهم منهم مع الحكم في سبعة من اللي ترشحوا منهم مع السلطة بس هاي دي بادرة جيدة ولا بادرة عاطلة لكن في شغلات حصلت على الأرض السورية أنا ما بدي دافع لتلك عن النظام سواء بالإعلام أو سواء بالحراك السياسي انتهى الزمن الأمني بسوريا رغم كل حتى لو بنتصر النظام بيبقى بس الزمن الأمني انت لما هاي دي الهيبة الأمن وهذا صار فيه ثقوب بهذا الصدح أشطيت المواطني بيطلع المعارضات بتطلع القوى السياسية يعني إيه لا حسانية طبعا ما أقول لا ما أقول لا طبعا طبعا بعد فترة سوريا حتى بعهد رئيس بشار الأسر بدأت تشهد تعددية وبكرة فيه حركة عمران بدأت تكون بدأت تتواكب مع حراك سياسي مع قوى جديدة مع حكومة فيها ناس من المعارضة مثل ما حسير بمصر هلأ بعد شوي هلأ فيه بمصر أحكام بالأعدام مش هاي لكن بعد ما جاء السيسي وإذا تمكن من أنه ينظف سينا وإذا يزبط أموره الداخلية كمان الحراك أنت رأى بالإعلام المصري كمان أنا أنا كتير معجب فيه حوار سياسي بمصر كتير مهم وكتير متقدم اليوم البعض يكون في قمع في مصر بأيام الأخوان ما طلع أحكام الأعدام اللي طلعت اليوم لأن الأخوان راحوا لمقاتلة النظام بالسلاح شو اللي فشل لسوريا للثورة ما ليش بالثورة شو اللي ولو العمليات العمليات إجا مرسي بعد كل الدماء التي سالت في ثورة مصر إجا صادر ما أصدر أحكام الأعدام إجا صادر إجا صادر لا كيف ما أصدر أعدم الشعب المصري كله أصبحوا الأخوان أنتوا تعفو كيف كانت تعاطب الشارع حتى بالإعلام القمع الذي يواجه اليوم فيه الإعلام ما أصدر فيه قمع بالإعلام بعضيك تفرج أين بسم يوسف شو بسم لكن فيه فرق ما بين أول بوهد للقبع لا فيه فرق ما بين إنك تعملي لكن فيه شغلي نحن بعلمنا العربي وأنا زالي مصري 37 سنة بهالمهني وعندي كتب بالإعلام معلش أزعم أني حضرت مؤتمرات بالعالم نحن في العالم العربي الرأي العام والإعلاميين بعدنا ما تحضرنا لأمتلاك كامل للثقافة الممارسة الحرية ولثقافة الممارسة حتى الديمقراطية كيف يعني؟ مش هيك الإعلام أحياناً بيكون أنا بعطيك حرية كالكاملة لما بتصير أنت تطلع برات هاي برات الحدود معينة للحرية أمام رأي عام بعده ما تحضر يعني ما حدا عم يفن بعدنا أنه في عنا 60% من رأينا العام العربي بعده مش مسقف بعده ما تحضر لهذه الحرية عم تكون عنده حرية فالتانية بدك تطوري هاي الأدوات لحتى توصل إلى محل أنت بعد بلنا نحن بعد بلنا عقد من الزمن حتى نصف أنه عندك الحرية تحكي لبدك يا بس ممنوع تدقى بالرئيس ممنوع تدقى بالأمان بفرنسا فيه إعلام خاص؟ بالمحرمات بفرنسا مين الإعلام؟ 100% من الإعلام الفرنسي مين؟ بالدولة طيب كيف؟ هاي فرنسا أم الحريات لأينا عم تعمل ضوابط نحن عنا صار فيه فلتان أنا فيها أعطيك إحصائية 983 محطة على العرب سات والنيل سات وحوالي شي 70 محطة عربية على الهوتبل مش هيك؟ شو نسبة المحطات الدينية المتمزبة اللي فتتت الزاكرة واللي دبحتنا واللي أخدتنا على صقافة السكين 313 محطة مسعودي جزء منها وغير مسعودي وشيعي جزء منها وسني جزء منها شيعي بيطلع من لندن اللي يسب السنة والسنة بيطلع من السعودية ومن لندن وغير لسب الشيعي ومن ثم بتطلع محطات قبطية ومن ثم منروع على محطات مذهبية مين اللي فتت العالم العربي؟ بالوقت الرأي العام بعده شبخ خام يعني أنت لما بتخاطب أنت الريف السعودي بديقول الريف يعني المناطق اللي خارج الرياض وجدة اللي أعطت أنتجت كل هؤلاء الإرهابيين اللي السعودية عم بتقول هلأ هؤلاء إرهابيين بشيك؟ أنت لما بتعرفي أنه 60% بعد من الشعب المصري خارج المدن الرئيسية بتجيبيله أنت هذا التمذج بتجيبيله الحالة الوهابية بتحكيه عن الفتاوى بتحكيه عن كل هذا العمل اللي يحصل طبعاً بدك تمسح الزاكرة بروح الرأي العام وبينتج سعتها كل هالحالات الفلتين اللي عم نشوفها بالشوارع أنت شوفي شو صار بعالمنا العربي قليل السقافة أنت بدك تقوم ضد النظام بليبيا، بتونس، بمصر، بسوريا باليمن وما ما بدك قاموا دمروا الدول لأنه المطلوب ومقية الأنظمة لأن شاء الله بفكري بمصر تغير نظام حسن مبارك أو نظام السادات بعده نفسها الأدوات هي زيتها حتى هلأ عند القزافة شو إجا بعد القزافة 32 ميليشية تحكم ليبيا الآن وبلد صار فاشل انتهى أنا برأيه في معجزة وعشان أكلتلك خريطة واسعة بس البعض يقول هذا هو المسار أنه المسار ليس مش ضغري أنت بتيخذ الحرية ومش ضغري أساساً إذا تحررت مش شرط أنك تقدر تحكم بها الحرية نصينا إسرائيل وصار إيران هي العدو بها الحرية فتنا على الخيارات الدينية بها الحرية فقدنا البعد القومي فقدنا كل انتماءاتنا فقدنا كان لما واحد يصحب بالمغرب كنا نقوم الظاهر ببيروت بس ما قبل هيك كان قبل فقدنا فلسطين فقدنا فلسطين بالعسكر والهزائم تلوى الهزائم فقدنا فلسطين بالعسكر بس ما فقدنا ثقافة السراع ضد الإسرائيلي يعني أنا عم برجع بقولك حتى بحكم العسكر على ردقته بالعالم العربي وبمرحلة انتقالية ما ما كان عنا هاي الثقافة أنا هلا بس احكي اي واحد فينا بيقعد مع التاني انت منانو كيف وكذا لا يعرف حاله بيحكي معك كيف على الطيارة بتلتقي توزعت الثقافات توزعت بأي بناي ببيروت حتى بالقاهرة حتى بوما بدك اصبحنا نحنا عاموديا عنا انتهت ثقافتنا اللي كانت منتمية كانت فلسطين غنيتنا كانت هي القصيدة كنا نحنا بالشعر اذا واحد ما كتب قصيدة لفلسطين ما بيبلشوا يصنفوه حتى لو بديكتب غزة بس كمان البعض هون استاذ رفيق يقول انه نحنا هاي دي فكرة الوجدين دائما فيك تحكي بالوجدين لكن بدك انتصار لا يحفز هذا الوجدين مش فيه انتصارات وهذا ما جرى من ال2006 الذين فقدوا الامل من الستينات لل2006 انا مش مع الجلد مش مع هولا ال2000 تحديدا كمان لحظة التحليل مش مع هولا المقاهي اللي زهرت بعد ال67 وذهبوا بعيدا بالجلد نحنا منجلد حالنا بس منسى انه المستعمر هو اللي عمل فينا هيك نحنا منجلد حالنا ومنسى انه المستعمر يعني هو 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 اللي اتأمر هو اللي اتأمر بال56 لما اجد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بعد ما عبدالناصر الامام هو اللي كان محتل الجزائر هو اللي خليها بربر وعرب وخليها مفرنسة هو اللي خلق هذا الوضع بمنطقة الخليج الآن واخده على محل تاني هو اللي دبحنا هون ومع هذا كله كان فيه إضاءات عبر شو مش عبر أنظمة عمرت من وقت الهزائم إلى ما يحمي الأنظمة الآن يا عمي هلأ وبعدين وقبل وبكرة من يحمي الأنظمة هو هذا الاستعمار الاستعمار بده ينزل جيوشه عم يحميه هلأ بالحرب النعمة عم يحميه هلأ بهذا العلام بتشويه الأمور بتطلع عندك مقاومة بشيطنة بيطلب منك الشيطنية يعني غيره لكي حاطيكي مثال إسرائيل شي عالى شو كان من النيل للفرات مش هك وفعلا بعده الحلم من وقت مقتمر هرزل إلى وعد بالفور إلى إقامة الكيان إلى بـ 48 كان حلم لكن بنيوية إسرائيل وقوة العسكرية معنا سادس دولة بالعالم كانت ولي بدك ما بتقدر بجيوشها أنها توصل لا للفرات ولا إلى النيل طيب شو طلعت شو طلعت النظرية اللي قال إيفون إيفنار اللي هي أنه نحن بنقدر نعمل هاك بس بأدوات من نفس الناس اللي على الأرض من ذات البيئة اللي مرحب من غير من غير كل المفاهيم ومن ثم نحن نذهب إلى يهودية الدولة اللي بدها الحيز الأمني يعني الأمن القومي للدولة اليهودية يكون مأمن لحمايتها من الفرات للنيل هذا 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 الأصد عشان هيك إجا كتاب شمعون باريز بال1996 لما تحدث عن مصر الأولان ولبنان أول وفلسطين أول وإسرائيل ثم شو قال بالفصل السادس من الكتاب بدنا نعمل قنوات فضائية تذهب إلى الزاكرة العربية والرأي العام العربي تخليه يحكي مثل ما نحن بدنا بس بقناة عربية شو في أنت إنشاء المحطات والتحولات اللي تمت فضائيا واستخدام اللي أنت عم تقولي عنه بنية طيبة إننا نروع لحرية الرأي والرأي الآخر ونروع لحرية التعبير واللي بدك لكن استخدم أين استخدم في هدف استراتيجي قدامه هو كي الزاكرة وتحويل مفهوم الصراع اليوم نحن صراع للمبقى صورة نحن البعض يقول إنه كلمة لحدا بيقول إننا نحكي بالمستقبل بيقول له لا الرعاة الزاكرة عم تتخلى عن الزاكرة من تخلى عن الزاكرة هن تلك الأنظمة يعني دائما من تخلى عن الزاكرة إذا بدنا نقول بالعودة مثلا إلى الاستحقاق الرئيسي من تخلى عن شهداء الزاكرة هن مجلس نواب اللي عطل عفو ما فينا ندلنا نحاكم إنه يعني هيدا النزام إذا بدنا نحكي يعني بكرة إذا صار في ثورة يوما ما يوما ما أصبح الله على النزام بالبنان ساعتها بيقولوا لا هول عمالة بدوا يسقطوا من إيام الفينقية من إيام الفينقية لحد الله ما بيصير ثورة لأنه نحن ما بيجمعنا ما بتجمعنا الأهداف القومية نحن بعدنا مختلفين بالسقافة بالبلد نحن طائفيين ومذهبيين شو بدك هلأ بنربسك لابطات ما بشير في حروب ما بشير في ثورات ما بحكي على التلفزيون وتوك شو كل واحد بصير يحكيك عن التعايش المشترك ما كلمة التعايش المشترك معناته أنا في حرب مفتوحة عنوياكي هيدا البلد محكوم بهذه الطبقة السياسية بدك أحكيك عن المجلس النيابي بحكيك للصبح أنا لا أعترف أنا كإنسان لا أعترف بالنظام كله يعني ما بيعنيل النظام كله لأنه مبني على أسس طائفية عنصرية عنصرية نحن ببلد عنصري مش رئاسة جمهورية للموارن الآن أنت أو أنا أو أي واحد من أي طافي بيقدر يترشح أي إنسان بيقدر يترشح إلا إذا كان مارونيا حتى الماروني إذا ترشح بدون يهدتوا فيها نحن بلد عنصري ليش ما منعترف نحن عنصريين نحن طائفيين نحن حتى بالطريق عنصريين حتى برغيف الخبز عنصريين حتى بمدارسنا نحن كمان نحن طائفيين ولا لا اليوم مش لكل طائفة مدارسة لكل مذهب مدرسة مدرسة ولكل شأفة من مذهب خدير مثلا عندنا نحن الشيعة في مدارس لا مجموعة السيد فضل الله الله يرحمه وفي مجموعة لحزب الله وفي مجموعة حركة أمام وفينا ناس تانيين الكلية العاملية وغيره عند السنة في المقاصد وجد ظاهر الحريري صار فيه بدي في شمع عمل المدارس وغيره عند المسيحيين المدارس الأرتودوكسية منعلم طائفيا صرنا منعلم مذهبيا عم نطلع هذا الجيل أصبح إلنا مستشفياتنا والله لا نظبوت أصبح إلنا مطربين ولا لا حتى هيك مقصمين كله مقصم شو ما بدك نحنا كل واحد يعني حتى بالطب صرنا مقصمين مشارزمين ما في أمل ما بينتج هيدا البلد إلا مثل هيك مجلس نيابي مأخوذ مأخوذ طائفيا ومذهبيا بعطيكي مثال شخصي وأنا دايما بس حضرتك عندك الحرية إنك تنتقيت معا بقول لا بس لون بيوصل وين بيوصل حدود الانتقاد إذا لم يصل حدود الحراك والانتقاد إلى إنتاج فكر سياسي وإنديولوجيا سياسية سياسية بتتحول أنك أنت تعملي تيارات وأحزاب بتتفاعل لتنتج ساعتها حراك يصل فيك إلى نظام جديد شو الفادي احكي قد ما بدلك سرخي قد ما بدلك بس هيدا الغير موجود في البندان الأخرى هيدا الحرية اللي تفش خلقك فيها وإن كان الموجود صار من المسلمات مش موجودة يعني هيدا هو الفرق رح تابع معك عطيكي بس لو عطيكي مسلوشي نحنا حتى نحن حريتنا معيدي بالبريكات 30 سنة أنا عاشت بإعلام أبو ظبي إعلام الإمارات كنا لما بالخمسة وسبعين ستة وسبعين نحنا بدنا نطلع نزيق أخضار كنا نقعد هيك زي أبو الهول بهالطريقة نحكي وكان عندنا وراء وكان عندنا ممنوع كذا ومنوع كذا ومنوع وطبعا كان في شيء مشرف في وقتها حتى إسرائيلية ممنوع يظهر العالم الإسرائيلي ممنوع يطلع زر المسؤول الإسرائيلي بالصوت كله 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 ماشي الحال اليوم خدي قناة مثل قناة أبو ظبي فيها حراك سياسي وحوار وطوكتشو أكتر من عندنا في لبنان ما نظلنا موهمين أنه بعض بالعالم العربي بعضهم مغلوئين بسوريا تفرجي تفرجي على بعض البرامج السياسية أنا جمعة الماضية طلعت بعد زمن مش هيك على الفضائية ليش بعد زمن؟ ما كانت يعني صار فيه ما في حرية لا ما في حرية في احترام لا طلعت حكيت بانتقادات كتير كبيرة وليش قبل ما كنت عم تطبع؟ قبل كنت مقاطع بالسورية مش مقاطع بلو مش مقاطع بمعنى كان ممنوع أن يهلح ليلك على التلفزيونات السورية يمكن حدا ما عجبه منظري لا هو في جملي أنا قلت ما عجبتهم لما طاعت إلى الحل العسكري وثياب وارتداء البدل العسكري للرئيس ما عجبت حدا بعدين عرفت أنه هو هذا الحدا اللي هو وراء القصة يعني في حدا بس في حدا بس حدا بشكل شخصي مش كان نظام مش كان نظام لا لا عم بحكيك جد هلا يعني مش كان نظام شخصي بقدر يأثر على الإعلام السورية لو هم لا تصدقوا رفاق نصر الله وهون في شخصي أنا في محطات لبنانية ما بطلع عليه ما بيطلعوني أنا ما بطلع على الألبيسيين من 2007 والكبير داربي أمتى أنا سبع أيار؟ 2008 مينة بتسعة أيار بعد يومين وقت طلعت مع مرسيل ومعض حدا حكيني يعني معنات هلأ ناطرين أيار الحالي يبدو لا 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 في أمزجي بالإعلام العربي ما تفتكرينها ملائكة لكن ما حدا يكون ممهوم أنه الإعلام الغربي أحسى منها أنا عشت حرب الخليج الأولى وشفت السيئة الأنكي فيه بيشتغلوا وغيره قد ما بديك بحكيكي للصبح بالإعلام الغربي مظبوط كيف بيدربوا المراسل عسكريا وسياسيا اللي يكون مراقب مع نفسه وعتفتكري بيقدر يطلع شو صار مع بران سادر بي أنا أوكي مش قال أنا أول يوم لما عملت الحملة بعد أقل من 24 ساعة فقوا الأمريكان وعرفوا شا عم يساوي صار بران سادر تاني يوم والسيان قام تحكي عن مقاسي الأطفال الإسرائيليين بالملاجئ من وراء الكاتيوشا ونسيوا أنا في حرية نسبية بالعالم كلها مظبوط هذا الحرب النعمة لعمل نعيشها تشويه الحقائق اللي عم نعيشه التزييف في المشهد السوري أو بكل المشاهد عندنا شيطنة المقاومة في لبنان هادي طب حرب نعمة مش هك كي بي مارسة واحد حر معناتها ما في الحرية رح تابع معك وندخل أكثر إلى التفاصيل والشياطين الموجودة رحنا على الحرية لا بحرية بنرجع بنتابع لكن بعد التوقف مع فاصل علينا صغير مشاهدينا برحب فيكم مجددا أنه نتابع حوارنا مع مدير مركز الدولي للإعلام والدراسات رفي نصر الله استاذ رفي هلأ حضرتك حاسم أو شبه حاسم أنه ما في انتخابات 25 أيار قد تحصل مفاجأة إذا صار التوافق مين المفاجأة؟ المفاجأة إذا بدأ تكون ب25 أيار مين؟ الأقرب بالديل هو تركيبة ميشيل عون وسعد الحريري ما حفظ الألقاء بعده ما ترتب بعده ما انتهى لأنه بعد في مشكل سعودي إيراني السعودي عم يرائب هلأ نتائج العراق لحتى شوف المالكي بيقدر يركب حكومة لأنه يبدو أنه هياخد حوالي 70 صوت هيتطرد يحكي مع إيادة العلاوي ومع قوة تانية لا يعملوا اتلاف عين السعودية على العراق بالمشكل مع إيران مثل ما بالموضوع السوري مثل ما بالموضوع اللبناني إذا هونيكي شار فيه توجه ما هو جزء من الملفات العالقة ما بين السعودي والإيراني على مستوى المنطقة ضمن التوازن بس البعض يقول أنه المشهد في العراق سيكون كما الحكومة في لبنان يعني الإيراني سوف يتنازل عن أوراق كثيرة في العراق وذلك لا يقدم أوراق حسنية والسعودي بدي يقدم تنازل هوني بقى إذا التأت النوية اللي عم تحكي عنها ممكن تعمل دفع للمحادثات اللي بعضها عم بيصير بعمان أو عبر وسطة لبعض ما تجلت ستتصير لقاء مباشر هيدا شو بيأثر بيجي على الملف الثاني الملف الأخطر اللي بعده السعودي حاطت براسه أنه الأخطر هو الملف السوري بلش الغربي يقول له لا السعودي ما حتزبط معنا لا التركي أدران بعض يعمل غير اللي عمله بكسب ولا الغربي اللي صعق الآن بكل اللي حصل نقل له نياه بشار الأسد من سوريا خذ انت لعبتوا هاللعبة طب يلا خلينا نتشزى جميعا فيها الغربي ما بيقدر يحملها الجيش السوري عم يحملها عم بيقاتل والجغرافية السورية القلقة عم بتقاتل لكن الغربي ما بيقدر يحمل لا البريطاني ولا الفرنساوي ولا الإيطالي ولا الأمريكاني أن يصبح هؤلاء على شاطئ البحر المتوسط ليش مسألة تسوية الجزائر أنا ما عاد كملتلك الغرب ضل ساكت على أساس الشطر الشرقي من البحر الأبيض المتوسط حتى ولو تأسلم بيضل أخف وطأ من أن يذهب إلى الحوض الغربي من الحوض البحر الأبيض المتوسط اللي هو من الجزائر تونس الجزائر المغرب لأنه بس تفرط الجزائر فرط معك المغرب اللي فيه أكبر نسمة من المتشددين اللي أجوا على سوريا طب هؤلاء هن الأقرب إلى أوروبا عم تتبدل المعطيات الجيش السوري والصمود السوري اللي خلى كل لجم المشروع ما عم أقول انتهى لجم كل هذا الشيء أو توجد ثقافة جديدة بالتعاطي اللي حيتجلى بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد لذلك الآن السعودية اللي عم تشهد كمان تحولات واللي خلال شهرات ثلاثة عم بدا تركب نظامه جديد يعني شكل نظامه جديد اللي يعني فيه تسوي عم بتتم الغربي قاله كمان للسعودية لتضمن عشر سنين لقدان بدك تفوت بالتسوي وبدك تعمل تغييرات ليش صار فيه كم شغلة قبل قصة أوباما ولش اعتبرت النصرة وداعش إرهاب وعم نشوف هلأ مين انشاره ومقرن شوه اللي حيسير وفلان شو اللي حيعمال والأمير سلمان بيشيروه على جنب ولا بعد ما يأمن ابنه ولا لا كل هذا الحراك منه هلأ بده ياخد مجراء بهالوقت فيه تفاوض مع الإيراني الإيراني كمان هو جزء من اللي موجود فيه المنطقة ما بقى فيه كتلغي وكمان هو أيضا ما بقى فيه يتصرف على أساس انه هو كوة عظمة في المنطقة ما بده يتقالف هو جزء من النظام الأقليمي السعودي عم يقوله أنا كمان جزء من النظام الأقليمي إذا بيتفاهموا بيتفاهموا واني بيترك هذا أثره على الملفات الأخرى من الملف العراقي والعراقي عم نشوف نحن ها كل المدابح وطبعا مش سر أنه جزء من عينات سعودية معينة هي اللي بتدعم هذي اللي عم يقوموا بهالعمليات الانتحابية والسعودية بتعرف ذلك يعني مش سر يعني بده يأثر كله على الملف العراقي على الملف السوري وعلى الملف اللبناني إنه بدك تنتخبه رئيس تنتخبه رئيس هل تسويات بهذا الحجم تنتهي عند نقطة انتخاب رئيس في لبنان يعني اليوم البعض يقول بأنه تحديدا معاكس الرئيس ليمان بكلمته حين يقول لألف وسبعمية وواحد نص على نزع السلاح هيدا منه دميل عادي لألف وسبعمية وواحد هاي لا إله هو الذي جرى منص على نزع السلاح وبيردأ نص على أنه بعد جنوب الليطاني ما فيه ما نص على صحب السلاح ما بيمكن يقبل الله كان بيقصد صحب السلاح بس هو لا يمكن صحب السلاح بمعنى ربما يقصد الرئيس لا 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 نزع السلاح المقاول بعدين اسمعت عم يقول اسمعت عم يقول الاتفاقيات بين لبنان و سوريا الاتفاقيات بس دا تنفذها سوريا ما بتنفذها انت كنت مين اللي بلش يبعث وين جت لطفالة اثنان مين اللي بلش بالاعلام ومين بلش بالسياسة ومين بلش بالامن ومين اللي راح فات تدخل بالوضع السوري مين اللي فلت حدوده لو صلنا لهون وين راحت للتربع الشباب الجيش اللبناني من الضباط وعناصر لغاية لغاية أول تنبارح مين اللي فلت الحدود حزب الله هو اللي طلق بالأول في ظاهرة في شكل طلع بالخريطة وين حدود حزب الله تدخله منطقة القسار بالأول مش هك حما حما التوجهات لأنه هر الشباب كانوا جيين هون وما يطال الأمن القومي للبنان الأمن القومي للبنان اللي اللي لو هؤلاء انتصروا كنا نحن عم نتدبع حلا في بيروت واجنوبه بالبقع ومشماله بالجبل واحدا كان يفتكر بكرة بعدين 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 لما تتركب الأمور ومصير نقرة تاريخيا نتذكر أهمية أنك أنت منعتي هؤلاء من دخولهم إلى لبنان وتغيير الوضع الديموغرافي كله للشيعة وللمسيحيين وللسنة حتى لأنه كمان في شغلة هلأ عمير تحصل هو من رأى الرئيس قداش فيه كم مليون ونص صارو هلأ سوريا هوا اللي شو مين بده شيله طيب بس خيدوني مين اللي أخد قرار بيرفض إقامة مخيمات على الحدود مين اللي أخد حقيقة أقلو فيك تحصر فيك تحصر قرار دولي يعني قرار دولي قرار دولي قرار دولي قرار دولي طيب نفذت حكومة حزب الله نص السوريين اللي حيكونوا في لبنان حيضلوا بلبنان بس مين اللي شيخ بهذا الموضوع مين مين مشر الحكومة بكيادة رئيس ناجيب ميقاتي والتي عرفت حينا بحكومة حزب الله هذه حكومة كانت ضالعة بتآمر على كل خلينا بصراحة هي اللي غطت كل اللي حصل هذا المشهد هي مسؤولة عن كل اللي استشهد من الجيش اللبناني شو كان حزب الله مؤسس فيها هي حكومة اللون الواحد لا ما كانت حكومة حكومة لم يكن فيها تيار مستقبل هاي دي من الأخطاء اللي ارتكبتنا 8 أزار واللي يمكن هلأ بترتكبها بعض بالسياسي عندنا منفرفك إيدينا كتير نحن بعدين منكتشف أنه ارتكبنا أخطاء لكن معلش خذي الحكومة هاي اللي هون شو بتعطيك إشارات شو بتعطي مع الإجراءات اللي اتخذت مع الاعتقالات لكل هالمجموعات اللي عم التام إن شاء الله فكري أنه بس لحالة مخابرات الجيش والفرع المعلومات عم بيعمل بعتقد الأمر كان عم بيعمل هايك وعم بيعطي معلومات لأنه تلك في تحولات والمخابرات الفرنسية داخلي على الخط أساساً واضح نعيم عباس ومجد المعجزي وحتى تسمعي أكتر بعد شوية طيب هاي دي الحكومة أعطي الدلالات على أنه المطلوب للمرحلة الجاية في لبنان تسبيت الوضع الأمني منع انهيار الدولة اللبنانية على إيد هؤلاء ومواجهتهم في سياء ما ستشهدوا الأرض السورية واللي عم تشهدوا واللي أنا سميتها بقعة التقتيل ليش عمالي النصرة وداعش هذا التدابح اللي عم يتم هذا بالأخير وانه يتم لما منوصل لما لحظة التسويات هؤلاء بيكونوا أصبحوا بالمراحل الأخيرة هذا اللي عم يتم جزء مصيط مش مصيط بس هو وضع الحكومة في لبنان وتجيبينه هذا المشنوء تعديدنا على الداخلية وتجيبينه أشرف لي في محافظ الألقاب على وزارة العدل للتغطي على هذا الأمر المطلوب معناته نحن نحن نقدر نعمل تسويات معناته نقدر نعمل تسويات معناته كان أشرف لي في عم يحكي شيء لما كان بترابوس ولما حصل وزير صار وزير عدل السلطة هلأ بما هو مطلوب منه صار واحد تاني ونسل الشين وهذا المشنوء يعني بتعتبر أنه قرار حكيم أن يتم إسناد مثلاً شو اللي فرق بين أن يكون وزير عدل اللواء أشرف ريفي أو وزير داخلية يعني شو كان صار ما زال ما زال عم يعتبر أنه الوزير نوهد المشنوء أساساً لا يختلف عن لا سياسة ولا حدية الوزير ريفي إلى وزارة ما عم بيحكي أنه مين هيدا هون والله هيدا هون بس قبل بيوم كانت واقفة أنه ما من ألف حكومة وزير الداخلية هي على الطريقة اللبنانية بس المايسترو اللي نظم هذا العقل اللي نظم هاي القصة واصل لهون عم بتبين هلأ أنه فيه تفاهمات بعيدة عن الأضواء لا صحفنا قدرت تكتشفها منيح ولا البعض بعيدة عن الأضواء عم بتتم كانت بليالي الضحية وبمحلات تانية وبالاتصال بسعار الحريرة وطلعت لوع بالمايسترو السعودي الإيراني الأمريكي إنه شو بيه اللي صار فيه استاتيكو هلأ هون بديك تقطع هاي الاستحقات طيب هاذا استاتيكو سينتهي حتما إذا كان هيدا هوا المسار بيه العماد مشارعون رئيسه مهورية هذا اللي عملك عنه إذا ترتب هيدا فيه شروط معين محدودة فيه أسئلة طرحت على جنرال عون مثل شو موقف من حزب الله شو كان من المقاومة ما بعرف الردق يعني فيه شغلات كيف بنا نعمل التسوية هل سعد الحريري بدل 6 سنين بالحكومة يعني كيف بدنا نبيضل السلطة كيف بدنا نركب السيبي طبعا بالتنسيق مع الرئيس بره كمان بديك تاخدي انت وليد جنبلات وما عم تتركب بسمك تملت بعد هيدا بيجي هلأ المايستر الغربي وبيجي المايستر الأقليمي بس هذا شي جيد لليبنان طبعا بالمرحلة هاي معاني أنا أتلك ضد بنية النظام بالمرحلة إذا أنت بتنتقلي لتعملي تسوية داخلية بتركزي فيها هلأ بتخلصي من كل هاي الموجات الهسترية والتطرف اللي عم بتم لترجع تحرك البلد شوي اقتصاديا وتبلش تبيع دي لبنان عن شزايا الوضع الأقليمي وخاصة أن سوريا رايحة هلأ بتجاه التسوية بتجاه الحل يعني بآخر 2014 وبذكرك بنكون بغير مشهدية بالمشهد السوري حلو أن بس كل مرة بنعطى توقيت أنا مع أساس أن عطى توقيت قدار لـ 2014 كانوا يعطوا توقيتات لصموط النظام 30 يام و60 يام وجمعات الجهة حتى لصموط النظام والبقاء وأنه بأدار بتخلص وبيلول تخلص وقطع أدار وإلول يا عمي بعدنا نحن وعم بحكيكي ما بدي بيّن أني كأني عم دافع على النظام بس خلينا نشوف تاريخ هيدا البلد اللي عم بيقاتل 82 دولة عمليا بالإعلام وبالسياسة وبالأمن وبالعسكر واللي صار عليه كل هيدا التحشيد ما انتصر لحد هلأ هيدا البلد مش هلأ جزء من مقومات إعادة خربتت كل مشروع شرق الأوسط الجديد وأخوانات المنطقة والدور التركي العثماني ولعبة الغاز وكل هيدا الأمور اللي كانت عليه هيدا المشروع مش عم يعيد هلأ التصويب شو عم يحصل بالرأي العام المصري تابعي الأعلى بالمصري شو فيك الليلة الرأي العام المصري اللي محمد مرسي كان مهيجو ضد سوريا وبدو يبعت وبدو يساوي اليوم عم يقولوا إيه ده ده لكان سوريا اللي عم بتقاتل الأخوان اللي نحنا شفناه نحنا مع سوريا تلك في وفد أمني مصري عم بحكيك معلومة موجود اليوم بسوريا من أربعة أيام للتنسيق عم تتبدل المعطيات بس هذا الموضوع عم تتبدل المعطيات وأنه نرجع إلى حيث كنا يعني إذا بدنا نرجع كمان لذات المشهد قديش شي جيد إذا حضرتك عم بتقول أنه بكون سعد الحرير الرئيس للحكومي كل شي سيق وكل شي صار ورحنا على عتبة سبع أيار يعني اليوم بالتاريخ كمان زي بنا نحكي بذكرة كل هيدا بصير شي أمو طبيعي بعدين بقولوا بس غلطه حزب قال رجوع في دعوة عم بالحكومة أو غلط المستقبال لو من حسمت بسبع أيار كان فيه مشروع لضرب المقاومة وكنا فتنة بفتنة داخلية وكنا هلأ بخمسين ألف قتيل وكان بيروت مدمر والمناطق كلها لو من حسمت وقتها المشروع اللي كان معمول وبعده هلأ انتصار حزب الله على هالحدود وفر تدمير البلد وفر تدمير البلد وهلأ هيدا التسويل اللي عم تعمليها على علاتها وأنا لا أؤمن بهذا النظام بتوفر ما كان مخططاً للبنان يا عمي في شيء كبير عنوان أساسي في محكمة دولية ومتهمين بيعطيال الرئيس رفيق الحليل هيدا كله معمول معمول مشان يعملوا لحزب الله هيك بلحظة ما وشو بيصير بس يصير رئيس بيصير محزب الله القاتل ولو تذكر سوريا كانت القاتل بالأول وصلنا نطلع فلان وفلان وخلص والضابط لفلان والشيحن كانت بفلان وفلان نتغدى مع فلان وركبوا الفيلم كله مش هيك بلحظة ما راحل بالميديا وهلأ نفس الشيء بس هلأ فيه أراد اتهامي كله مزح عندما تساوأ التسويات كله بيترتب بس أول مرة أول مرة صراحة مسألون من كلهم أول مرة رفيق نصر الله بيقطع ساعة ويقول الحرب سوف تقع أو واقع على محالة نحن بالحرب رح نحكي بهذا الموضوع رح نحكي بهذا الموضوع لأنه انتصرنا بهذا الحرب صدقيني نحن انتصرنا بهذا الحرب نحن عم نلجم هلأ هذا المشروع اليهودية الدولة يا عمي ليش كيري وأوباما والكالي وقفوا المفاوضات كان فيه مشروع يهودية الدولة وكان فيه تفتيت للبنان وكان فيه تفتيت لسوريا حتى نصب تصريح إلى كيري أصدر تكذيب من بعده على أثره وهو الحديث عن يهودية الدولة تحديدا لكن هذا كان معطر آخر فاصل إعلاني وندخل كان معطر ويمكن أنا تحليلي بقوله أنه حيستقيل كمان أوباما عم يعمل فيها حرام هايك ومع عم يقدر يغطي بالسياسي ولا بالأمن فوتوا بموضوع مين بد يكون ساعة وزير الخارجي بشير هذه الإدارة الأمريكية إدارة يعني يعني فعلا أثبتت عندها أربكات بقى فشل استراتيجي فشل فشل بكل الملفات لحظة أنت وين كنا بالمشروع وين صرنا هلأ رح تابع معك استقالة الأخضر الإبراهيمي من يخلف الأخضر الإبراهيمي وأيضا الحرب الحرب مع إسرائيل إذا في حرب بعد الفاصل يلا فيه 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 مشاهدين أبراح فيكم بالجزء الأخير من حوارنا في هذه الحلقة مع مدير المركز الدولي للإعلام واد دراسات رفيق ناصر ألا السيد رفيقى متقال لي نحنا بحرب حرب مفتوحة بس اليوم حربنا لا تشبه ما اعتدنا عليه من حروب تحديدا مع العدو الإسرائيلي يعني اليوم كل الجبهة مشتعدة إلا الجبهة الأساسية هيدا الشي شو بيأ أين أقوان قصدك الجبهة الأساسية هي مع إسرائيل من قبل مين من قبل كل الدول العربية وليس فقط لبنان أو نحنا بحرب مفتوحة منذ وعد بالفور حتى ما بعد الحرب العالميتين وأختها نحنا بفتنا بصراع أوجد الاستعمار إسرائيل وأنشئ الكيان من سنة 48 اللي موهوم أنه نحنا مش بحرب مفتوحة رغم الهدن تمرق خمسة سنين سبع سنين بس طب من 48 لل 56 من سنين مشاك؟ من 56 لل 67 واحتلت إسرائيل 65 نشأت المقاومة الفلسطينية تغيرت المفاهيم على الحدود مشاك؟ 69 اتفاقية القاهرة إجا العمل المقاوم لهون اتبدلت المعطيات إجا الاشتياح الإسرائيلي 78 ومن ثم فتنا إلى الاشتياح الأكبر 82 وصلوا لهون هلا بعد نماري من قبل حد مكتب ونظمة التحرير وتذكرت هذا كيف كان هدف للباسيفينات هون للدبابات الإسرائيلية ومن ثم حصل كل هذه التطورات وطبعا مرورا بحرب 73 العبور وغيره نحن بحرب مفتوحة قد تكون بيناتها هدن ثم نشأت المقاومة في لبنان اللي عملت هذه الحرب العظيمة بهذه الاتجاهات الآن بعدنا نحن بالحرب نحن بحالة حرب حتى لبنان ما زال في حالة حرب رسميا رغم كل الإنشقاق الداخلي هو في حالة حرب مع إسرائيل ما وصلنا أنه انتهت هي حالة الحرب هلأ بتاخد أشكال بتاخد أبعاد بتاخد هدن إسرائيل اليوم عم تخوط حرب بس بأدوات على الأرض السورية وعلى الأرض اللبنانية لتمزيق لأنه مشروع قغامة يهودية الدولة كان يحتاج إلى هالأتابكيات إلى هالتشظي اللي عم تشوفيه بالجغرافيا حول الكيان طيب هذا نحن بحالة حرب متى تجنح الأمور ليكون في حرب أكبار كبيرة عطيكي مثال شو اللي حصل من شهرين فلاتة لما قام نتنياهو ظهر مع الجرحة للسوريين وفتحوا جدار طيب وهلأ عم بيحاولوا يعملوا منطقة عازلة بجنوب سوريا أنا بتمنى يعملوا منطقة عازلة يعملوا شريط مثل ما عنا بتكون جابت لحالة إسرائيل وكر الدبابير ليه؟ طيب خليني أتخيل منطقة فيها جيش سوري حر لحد بدكيه طيب وتمكنت مجموعات وحتى تمكن مجموعات مثل ما تمكنت وهلأ بيحكي لك تفاصيل بقصة شو صار بالجولان وجبل الشي راحت وزدت مجموع راجمات صواريخ من المنطقة اللي هي عملتها باتجاه المستعمرات شو بتكون عملت إسرائيل؟ كيف إسرائيل أكلت أكل بجنوب لبنان؟ عندما تطور أداء المقاومة من ضرب الميليشيات إلى اقتحام المواقع إلى التوازن الصاروخي إلى التوازن الرضعي إلى هلأ التوازن على مستوى أمن المنطقة قل بالصراع العربي عشاناك اللي عم بسألك هلأ في حرب ما في حرب؟ نحن في حالة حرب ولكن في حالة سوء وصلنا مرحلة الرضع الاستراتيجي ما بتقدر إسرائيل تعمل حرب لأنه صارت عندها قوة أبيلة قوة أبيلة موجودة قدراني تردع إسرائيل لكن لا إسرائيل لغت ثقافة الحرب ولا نحن لغينا ثقافة الحرب فبالتالي شو اللي صار من فترة؟ عندما بدأ التدخل الإسرائيلي اللي بدي يأخذ شكل مباشر وعلني نعمل ثلاثة عمليات مش هيك واحدة منهم برجولان وتنتين بسفوع جبل الشاك مضبط الإسرائيلي بيعرف مين عملها وبيعرف شو معناتها ولجم حاله شو يعني مين عملها وشو معناها؟ يعرفون الإسرائيلي مين عملها العملية وكيف؟ مين يعني؟ رسالة كانت كانت رسالة بدك تلعبت على نلعب عمل out وقف بس بس ما بين فيه ردود لا ما ضروري فيه ردود مين هو اللي انقتل بإسرائيل؟ نحن علمنا العربي نظبط ما عارف يضوي ما بيعرف يضوي شو اللي حصل؟ فيه تحولات الإسرائيلي بيفهمها منيح شو بدك بالرأي العام ونحن وتشظينا الإعلامي وهذا ضد مين وهذا كيديا ممكن يروحوا لحزب الله كرامة لإسرائيل بس لأنه بيكرى حزب الله بس بالاستراتيجية اليوم إسرائيل بتعرف المعادلات الجديدة اللي صارت إسرائيل بتعرف أنه بسوريا حتى الآن في ألوي لم تدخل الحرب الداخلية إلها استراتيجيتها وإلها سلاحها استراتيجية معمولة هاي إذا إسرائيل بدت شن حالة الحرب طيب هون بهذه المعادلات الكبيرة طيب إذا كل المشهد عم ينرسم سلاح حزب الله ألم يحن أوينو يعني التحديدا نحن كل مرة يتم التذكير بالاستراتيجية الدفاعية حتى آخر جلس الحوار هذا كله بالمزيدات الداخلية هاي مزيدات البعض يقول بأنه لابد أن تبقى هذا انتهى العدوان الإسرائيلي علينا وقف الطيران الإسرائيلي عن تحليقه وقفت الأطماع الإسرائيلية لحلة قضية اللاجئين الفلسطينيين مثلا وقف الصراع اللي عم شوفه بالمنطقة قدامنا كله بس تله هذا لا يحب أنه في مشهر دولة سوف يتكوّر للدولة للجيش اللبناني لهذا الجيش الذي ذهب اليوم إلى الحدود مع سوريا ويتلقى الدربات كما حزب الله حماية الأمن القومي للبلد ولو عملها لو كان في حكومة لو كان في حكومة وعية وكان في ناس مش متأمرة ومش منخرطة بالتأمر على سوريا وسمحت للجيش بالانتشار من الشمال لتلحق جبل الشيخ لا حزب الله طلع ولا كان حدا قدر يدخل وكنت نظمت دخول اللاجئين السوريين وكنت زبطت الأمن الداخلي لأنه ما سمحوا للجيش ما عملوا تغطية سياسية ولا مسلحينه الجيش الله يعينه يا عمي ما حدا بدي أرشل يا عمي تبس من اليوم الجيش عامل خطة أمية بترابلوس طلع على البقاء اليوم ينتشر ويقال هذا دوره طبعا هذا دوره هو بجنوب موجود شو يا عمي شو فيه بجنوب ليه بيقدر بكل لبنان وما بيقدر بيه أنت باللبنان عم تعملي مع مجموعات مسلحة بالأرض اليوم إسرائيل بما تملك شو عنده الجيش اللبناني يعني عنده سلاح المقاومة الذي يدعو البعض حتى كلها إلى تسكين وإلى جيش فلتسمح أمريكا والغرب بإعطاءنا طائرات اليوم ما يحكى هي أن تضع هذه المقاومة كل إمكانيتها بعهدة الجيش اللبناني هاي دي إذا بتسألي واحد بفهم بالعلم العسكري بيصير ضحك مقاومة شعبية تمتلك أسلحة اليوم ردعية كبيرة ما عنده قاعدة ما عنده عنصر لكن أنا بالألفين وستة كنت بعضي بقناة أبو ظبي وكنا موجودين كان بعض المراسلين يجوا العرب والأجانب بدون ياخدوا بس لقطة لمجموعة لمجموعة أو عنصر من حزب الله حامل بارودة مثل حماس بعز دين الحرب بالألفين وستة ما حدا قدر يشوف عنصر أنت عندك مقاومة عندك الأسوس العظيمة من حفر الأنفاء إلى القواعد السرية إلى طريق التنظيمة إلى سلاح الردعي إلى إلى كله بتجي بتعطيهم للجيش رسمي ما عنده سكنات إن شاء الله بفكر بديك أحكي بحكي بيزعلوا مني على قيادة الجيش نحن عنا سكنات للجيش هايدي السكنة اللي هون اللي فخر الدين وكذا هي سكنة هلا إذا بدك في البوكس بتضرب الحاد بتفوت إيديك لجوه هايدي من قبل الفرنسيين على فكرة فيه إشلات بنسموها إشلة بعدها من قيام الأتراك عنا نحنا لاش بني للجيش هيدا الجيش مظلوم هيدا الجيش مظلوم ظلمت القيادة السياسية فخلص فأذن فليو حل الجيش ولا تسلم لماذا يسلم عم بيلعب دوره عم بيلعب دوره المشرف داخلية بهدف الدفاع عن المقاومة عن السليحة عم بيئزي الجيش كبير لا عم بيلعب دوره المشرف المقاومة عم تعمل عملية ضد إسرائيل شيء من بعد الألف سميمة واحد ليش دعا ما عم تعمل فيه توازن رضعي حامل البلد عم بيقول للإسرائيلي بس تلعب بلعب بلك تضرب بضربك بضربك للبحر الأحمر صارت طب مين قال إنه الجيش ما عنده هالإمكانية ما عنده يعيني شو عنده شو عنده سلاح الجيش خليني بلش بالبرو دي الام سكستين والكلاشينكوف الكلاشينكوف عطويا السوريين واللي أخدون هن من الملشيات الام سكستين من الواحدة السمعين هاي الام سكستين صار عليها تحقيق هذي كلام بعد معركة عديسة دايما عم قلون إياها بعد عديسة إجوا خبر أمريكان ورحوا حققوا حتى عند الإسرائيليين هون لا يشوفوا إذا اللي تصاوب الإسرائيلي برصاص أم سكستين والله كلاشينكوف لأنه بنشروط إعطائها للجيش اللبناني من الواحدة السبعين أن لا تطلق النار على الإسرائيلي عم تقولي لي بدنا نقاتل إسرائيل نحنا شو سلاح الباقي شو سلاح الباقي عفوا المدافع اللي مع الجيش اللبناني من مين اليون هن العطويا هن السوريين مين حسب معركة نهر البلد يعني إذا هيك إلى أبد الأبديين سوف تبقى هذه الإسرائيليين 54 اللي بتطلع الدخان أكثر ما بتقصف هي ماشي هذه دبابات اليوم يعني ما في حسب الله سيبقى إلى أبد الأبديين مقاومة وسيبقى الجيش اللبناني إلى ما لا نهي حتى نصل إلى بناء الدول القوي وتصل إلى أنت وضع في المنطقة يستند على حق الشعب الفلسطيني وعلى تسوية حق الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل بنفس الوقت أن تبني جيشا وطنيا له كرامة وطنية عنده قدراته من طيران ومن مضادات لسلاح الجو اللي تقدر أنت تقفى العربة الإسرائيلية وتوقفى التآمر الإسرائيلي طيب بس إذا تسلح الجيش راح تقوله بس ما الجيش وأساسات معلومة يطلع على رأسنا وليس مقاومة خفية يطلع على رأسنا إذا تسلح إذا تسلح وإذا صار في توازن بزول فكرة أنه تنظيمة ومعروف وين مقراته وثكناته طبعا بتعملي أنت توازن عيني بتعملي توازن بالحروب الحروب هي كمان معاهدات أنت لما تخلق يتوازن هلأ شو التوازن الموجود بالمنطقة حزب الله مع إسرائيل حتى على المستوى الأمن القومية حزب الله اليوم هو الوحيد الجهة اليوم بالنظام العربي اللي بالصراع بمفهوم الصراع اللي عامل توازن بالأمن القومي مع إسرائيل مين الجهات العربية الباقية بالأردن أو بالسوريا اللي عم تتمزى بمصر اللي حالته حالي هلأ سينا واللي عم يعملوه حتى تظل فاصل ما بين إسرائيل وتظل مصر غير بقناة سويسها هذا الشيء طبس اليوم ما رأيك بمن يقول بأنه حتى إسرائيل اليوم لا تريد أن تقاتل حزب الله لأنه فيه أنه خلاص حزب الله كمان ملهي بيئتينه بسوريا وأنه يستنزف وأنه يسقط له الشهداء أكثر مما ربما يسقط له في أي معارك أم عباس عم تخلف ما فيش علنا مشكلة بيروح شهيد عباس بتجيب توم توم كل تسعة تشهر بترتاح شهر إسرائيل لاكي بداش مزح إسرائيل بتعرف أنه لا وإسرائيل بتعرف اليوم شو الأدوات المتطورة اللي بقيت حزب الله يعني متغير الصراع كنا بزمن يا رب تيجي بعينه بالأول كنا بزمن مثل أيام القاتلين أخواننا الفلسطينيين مجموعات صغيرة حرام بتروح بتتعامل عاملات ما بتملوك غير واحد بيسيفن وكمي كلاشنكوف اليوم نحن صرنا بزمن تطوير أدوات السلاح الصاروخي اللي بيصنع محليا واللي بيصنع بإيدك انت واللي أصبح راضع واللي عم بيعطل سلاح الجول إسرائيلي يعني بهيدا المنطق رفيق ناصر الله يمكن من المرات لأليه اللي بيقول أنه حرب على شاكلة عدوان إسرائيلي كما عهدنا ما بقى فيه فشل آه يعني ما بقى فيها إذا قامت أي حرب وأرادت إسرائيل أن تدخل برا إلى لبنان أنا براهنك وبدكن تكونوا بالجديد ومحضرين حالك أن تروحوا تصوروا كيف أعلام المقاومة موجودة بمستعمرات الجليل الأعلى وما عم أقول إنشاء عربي وأعرف شو عمالي أقول إذا قامت إسرائيل بحرب كيف مستخدمت هذه الحرب المعركة على أرض الجليل الأعلى أو بسهل الحورة ومنذكر بعض انتهى هذه الزمن من بارح كان في الخريقة إلى الحولة تحديدا عندكم بلدتكم شو صار نزع ألغام ممكن أو شي شو صار عم ينزعوا ألغام بعد في عنا ألغام بعد في عنا الشبيبي اللي بعدهم لحد هلأ بدوا نسلاح المقاومة نحنا نص أرضنا بعدها من ألغام 48 مش بس من ألغام 2006 نحنا لتدبحنا بسنة 48 وكان في جيش لبناني ما حمينا وقتها بدوا ننتبه بس اليوم عم بتقول مشهد طيارات في سماء لبنان وقصف جو وإباد اللي صار بال2006 بتشتبع صار ليك عند الإسرائيلي بيعرف عندهم طائرات بدون طيار بتضرب وعندنا طيارات بدون طيارات بتضرب وهن عرفوا شو أرسل لإنهن طائرة أيوب بس أيوب هاي أيوب صارت من الجيل شو اسمه عاد المماليك هلأ جيون أكتر من أيوب أوكي هلأ هن بيعرفوا شو فيه أسلحة ونحن صارنا بنعرف شو فيه أسلحة وعشان هيك يا عمي بس هايدي لازم سجل لك إيها للتاريخ بهذه الحلقة رفيق نصر الله يقول لها حرب بمعنى الحرب تعرفي لاش بين لبنان وإسرائيل تعرفي لاش ليه من بعد اللي حصل بسوريا هذا الصمود من بعد اللي تحقق من بعد لجم هذا المشروع ككل ايه أنا عمالي قللي إذا فكرت إسرائيل بأي حرب هي بتعرف إنه لن تكون على الأرض اللبنانية حرب السورية متى تهنتهي أنا 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 توقعي بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد هلأ يعني مش هلأ عملك بدأت انتهي بتبلش تتغير مسارات وثقافات وحتبلش تتغير بأوروبا أنت كنت عم تسأل عن الأخضر لإبراهيم ما في جينيف هلا لا اثنين ولا ثلاثة ما بقى في جينيف مش هلأ بعد انتخاب الرئيس بشار الأسد بعد التحولات اللي عم تحصل بعض المفاجآت الأمنية اللي حتحصل قبل الانتخابات هلأ لصالح النظام بعد تتبلش تتوفر عناصر الالتقاء مع النظام من أجل تلاقي السيغة يعني جينيف اتنين وها عمل هو مش هلأ شو اسمه أحمد الجربة صديقه لمحسن بلال رفيقه رفيقه هو بيعرف عن شو عم بقصد مين محسن بلال وزير الإعلام السابق مين كان يفتح للجرور يولع له السيغة لمحسن بلال لحظة لحظة هيدلأ شو عم بتقلنا في انشئاء جديدة لا مش انشئاء شو بو دكتور بلال أحمد جربة كان يداوم عند محسن بلال حد الجرور طبعه العيدة والشمال شو يعني هيدا يسأل لدكتور بلال ولا يسأل لا هو بيعرف شو كان يشتغل لأحمد الجربة واللي بيعرف بس يفتح بس كان مضمن لمحسن بلال على السيغة بس كان يفتح مين كان يطال السيغة ويولعه لمحسن بلال بده يصير رئيس سوريا بس وزير الإعلام السابق محسن بلال ما نشأ لا لا موجود بي دمشق خلاش يا عم بده ينشأ بس عم بيعلك أدك شو كان يشتغل ولا تشوفي شو مخطط لك ما هي هون المشكلة أنه أجو حتى حتى أخواننا بالسعودية العظيمين وغيره يا أخي لو أنت جبت ناس بديلين صحيح وحطيتهم بكريزما وسقافة معينة وأصحاب مشروع ما بلشت أنا ليش قلت خلصت بسوريا لا وما لا من ساعة يرفعوا العلم الانتداب الفرنسي وبهي الطريقة وبهي الشعرات استنفذوا كل الشارع خسروا بالوقت اللي سوريا بتملك زخر قومي عربي يعود لا يصف العظم يعود إلى قرن التاسع عشر عم بتقاتل هلأ سوريا بالتاريخ بينما القتلى تبعوا البخاريون إجوا حفروا بورة التاريخ طلعوا شوفيه من أعضام وتخلف وجابوا أسماء جديدة لأقولوا أن أبو ما بعرف شو مين وإجوا بدن نقاتلوا لغيره نظام طيب شو إجوا عملوا هذا أصحاب المشروع للعالم شو إجوا جابوا مين الرموز اللي جابوها محمد مرسي على مصر شو هالكريزما العظيمة المرزوقي هلأ بتونس مين حطين بدن نحطوا أحمد الجربة محل بشار الأسد مثلا مين بدي كانت أو حتى عنا نحنا حتى بلبنان ببعض الرموز اللي حطينا مين الرموز يعني ليش وهادي عم تشوفيها على الشاشات والحياة السياسية هؤلاء بمثلوا الحالة اللبنانية الصحيحة مثل مين عكتار بلا ما نسمى أنا ضد أنا عكتار حتى عنا مع الشيعة عند الشيعة شو يعني إن شاء الله نفاكري كل هالرموز يعني بتمثل كله كل كل مثلا خبنة وكل طاقاتنا لا للأسف في شيء معين معمول للأسف هالتركيبة ليش عم ينحكى لأيلول في لبنان يعني ليش عم ينقل إذا ما تعتل انتخابات بأيان بأيلول لحبطاني شوفي الانتخابات بسوريا تعدي وتشوفي شو ردود الفعل طبعا قبل الانتخابات بسبوع حيطلع الغرب غير شرعية ومش عارة شو بتطلع لك هالجرائد اللي هون ضربوا البراميل يعني مسألة ضرب البراميل اللي تشوفي بالميديا نحدي أعلى إسرائيل شو بتضرب شو بتلقي كانت في بقات الحرب طيارة شو بتلقي شو كنا نحن بجنوب الأولى أزان لأنها مبرومة بس انت لما تقولي برميل يعني أنه برميل ما هيدا هو ليش طيارة بتحمل برميل تحمل قاذف يوجه يوجهه الطيار بس جزء من ضرب حلب بالبراميل طب و السيارة فخخة لأول تنبارح لعملة لعملته بحمص اللي نعمل بحلب هاي المدينة الرائعة العظيمة هاي دي مدينة سيف الدولة اللي نعمل فيها واستبيح فيها ما بديك تقليلي أن هؤلاء الفاشلين القتلة اللي اللي وصلوا سوريا اللي ما وصلوها أن تفرغ المدينة وأن تفرغ أدواتها وأن تفرغ مصنعها وكله اللي صالح التركي وتباع عبر العصابات ومتقليلي في ثورة تغيير إذا بدي أختم تعليقك على ما يحكي عن زيارة للباتريالك الراعي إلى الكدس أنا ضده يعني أساسا هو على ناصي كيف بتصير بعرف دينيا ورعويا بسموها بس كيف بتصير كيف بتصير وهذا العداء التاريخي بيروح بالطيارة بينزل أو شي بس من بعد ما أوقفوا الإسرائيلية الرعاية الأردنية للمقدسات كان بالزمان وبعده بعض العالم الإسرائيلي أنا شخصيا كان فيه نسأله مش وقت كان فيه الأب شنودة في مصر الكدس تقع تحت سلطة الاحتلال يعني لو يعني الأب شنودة كان له موقف عاصين بالتاريخ كان يمنع أي حدا وما قبل أبدا ولا بأي شكل رفض الأعتلاف رفضوا رفض حتى يروحوا بعدين ما احتفل وهلأ أنا أتمنى من بترك وقاله مواقف كتير جيدة هذا الزلم يختلف كليا يعني عن كتار ومش عن كلهم بالكنيسة في لبنان أنه انتبه مش وقتا شو هي هذه الخطوة ما بعرف إذا هي فيه بتعلق شي رعويا ما بفهم بس ما رعويا كل عمره تاريخيا الموجودين الرعاية في الكدس المحتلة بس أنا ضد أنا ضد أنه يروح تحت راية العالم الإسرائيلي لأنه اليوم إذا البترك راحة ذهب رعويا من حق كل مسيحي أنا أقول أريد أن أذهب للحاج في الكدس صحيح شاعتها بتكسر قولنا براهنين على أنه إسرائيل ما بتقبل يروحوا أخرج ما هو هذا اللي عم بيكون الرهان أكثر أنه إسرائيلي شالت وطردت بعد فيه في فلسطين كل 11 ألف مسيحي هاي الأمور اللي بعض الناس أقولها أيضا من ضمن الأزمات السورية عنوين كتيري تراكمت مع هذه الأزمة منها ملف الوزير السابق ميشيل سماحة شو بدي يصير فيه هذا الملف بعد انتخاب الرئيس بعتقد بيطلعوه بعد انتخاب أي رئيس ها بلبنان هو مرتبط بي رئيس دائمان لا بس أنه فيه شغلات بدأت تنعمل ممكن يكونوا يتلقوا صراحة هلأ بعد لحد هلأ ما فيك يتحكمه إلا ليطلع الزنم ليقوله هو اعترف ولا ما اعترف أنا يعني ما بتخيل لا العقل السوري ولا العقل الأمن ولا مين مكان أنه بيحطه القنبلتان ليروحوا يعني مش رايك بهيك بده يركب يركب أفلام غير مش هيك هلأ إذا كان عملها ما بعرف يعني يعني هل بيخروج إذا ما خرج الوزير السابق مش هلسمحها إلى من السجن هل يخرج بطل أو أنه يخرج كما كتار بدي كتشوفي كيف سقطه يعني بهدي الأنسل السوري بدي كتشوفي كيف المعطيات بلبنان عم يتبين عندنا إحنا ما حدا بيسقط بارح الرئي بزير جملات كان مع ترخيص الحشيشي مش هيك أعطى أتشريع الحشيشي أنا مع ما نحنا مشارعين الدعارة بالبلد مشارعين الخياني بالبلد الخياني صارت وجهة نظر بالبلد ومشرعين أكل كتاف بعضنا نحنا بالبلد ومشرعين نحنا الفساد بالبلد ومشرعين سقوط كل منظيم القيام بالبلد نقصنا ناخد حشيشي فلناخد بلك ننتشي شوي وكل واحد بمبسط بشير شعب فيت ما رأيك مثل ما يك الفور الصباح أهلا كيفك نانسي وهذا كذا مبسوطين وكل شي بتصير تشوفي كل عم تشوفين على الشاشات بتصير مهضومين لذيذين يعني كله ليش هل أتسخفت الموضوع فيه إفادة اقتصادية فيه إفادة البعض يقول بتسكر الدين العام يعيني 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 بتعمليها ببلد إلو ضوابته نحنا الحرين وإلو مؤسساته إلو مؤسساته ما بتعمليها بكرة على السطوح ببيروت بدنا نسي نزرع حشيشة ما بيطلع لك بكرة واحد لابب عربك أنا بدي بكسر وين إزرع حشيشة وبيطلع لك بقى البيروت اللي عنده جنين هل أدعوه عصطا أو على البرندة بدأ ما تحطي هل أوروض ولياسمين شو بتحبي تجي لها زيارة بدأ ما تشرف شو بتحبي أفيون شو بتحبي مش عارشو هل أتسخفت الموضوع بالبلد 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 مش مهيئين يعني مش مهيئين طب مهيئين نحن نصنع كابتاجون يعني كل شيء نصنع نشو وافع الكابتاجون طيب ما في عنا أدوية فاسدة بالبلد ما في صدليات بتبيع هتبر إنه هيدا حملة تشريع الحشيشة من حملات مواقع التواصل اجتماعي أكتر ما بتزبط ما بتزبط يعني هلا أنت كمان في ناس ما بتسلمش بالإيد في ناس عندها كمان وضع الديني عند المسيحيين وعند الشياء وعند السنة كمان وبلد أنت على كتف اللي عميز الحشيشة داعش ولو النصرة معنا هني فوق إعدين إلا إذا كمان بدون نزلوا ينبسطوا بسرشون حريات مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات رفيق نصر الله شكرا جسيلا على فكرة الحريات بالبحر مش بالسمى كيف رجل فوق وأنا فيه سؤال بدي أسأله يوم ما عم بقدر نلاقي جوابه بتروح تفجر حالة كم حوري بتاخد ما عصام حوري عبكي بس كم حوري بتاخد عمار عفو شفتي كيف كلمة عنه بالجامعة ما عرفيه بالجامعة عربية بس أنه لأ عمليا الملاحظة اللي بتفهدي اللي فجلت نفسها مين الحوري اللي بيطلع لألا كم حوري شكرا جزيلا لألك أهلا وسعلا فيك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة غدا حلقة جديدة مرميش حدث فاكونوا على الموال شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة